الجزء الاولان احنا هنتكلم على مباراة منتخبنا الوطني والاتحاد النهاردة اتحاد الكورة كان عنده اجتماع فيه منتهى الاهمية وصدر او طلع منه قرارات من شأنها تنظيم الامور بقى الداخلية والخارجية للاتحاد لعل ابرزها واهمها بالنسبة لنا حاجتين الحاجة الاولانية تتعلق باختيار اسم رئيس لجنة الحكام الرئيسية واحنا دايما بنتكلم على انه اتأخره قوي فيه ابلاغ الجميع وفيه اعلان اسم رئيس لجنة الحكام واحنا بنتكلم مع رئيس لجنة الحكام الرئيسية وكابتر رضا البلتاجي وكابتر رضا البلتاجي واحد بالشخصات المشهود لها بالنزاهة مشهود لها بالكفاءة راجل دوقتي عوض مجلس نواب ومن قبل ما يبقى عوض مجلس نواب الحقيقة وهو واحد من الشخصيات يعني المسؤولة جدا جدا وبالتالي ده النهاردة كان قرار قرار مهم عندنا قرار تاني متعلق زي ما حاكم شايفين امامكم على الشاشة كده يتعلق بالموافقة على ترشيح المهندس هاني ابو ريدا رئيس الاتحاد لخوض انتخابات طبعا مكتب التنفيذي الاتحادين الدولي والافريقي من ضمن القرارات بقى اللي حولها لحضراتكم اللي صدرت النهاردة الاعتذار عن المشاركة في دورة التضامن الاسلامي في اذربيجان لتعرضها مع النشاط الرسمي للاتحاد الموافقة على الاشتراك في بطولة الامم افريقية بكينيا 2018 للمحليين بعناصر من دور القسم التاني وموليد 97 ودي جديدة نقول من تاني دي جديدة ده قرار جديد ان هو يشارك في البطولة بطولة امم افريقية ليه المحليين ب2018 ودي اول مرة العناصر اللي هتبقى موجودة هتبقى موجودة من دور القسم التاني وموليد 97 ميكس كده انما ميكس مفيد في النهاية يعني انا مش شاف لها اي خطورة ولا شاف لها اي يعني نوع من انواع المخاطرة او المغامرة بعكس احنا كسبانين حتى ان شاء الله نخسر كل ماتشاطنا مش هنخسر حاجة اتخاذ اتخاذ الاجراءات اللازمة لظهور بمظهر اللاقق في مباراة غانا يوم 13 نوفمبر وتم تحديد اسعار التذاكر 50 جنيه للتذكرة الموحدة و200 جنيه للدرجة الاولى و300 جنيه للمقصورة الامامية 50 جنيه للتذكرة الموحدة كتير شوية يعني كنت اتمنى لو كانت تبقى 30 جنيه مش هيبقى يعني الغالة من كل حاجة هتبقى 20 جنيه يعني كانت تبقى تنزل اقل من كده اه عصو في عدد مهول هيبقى موجود يعني 50 جنيه بالنسبة للبني ادم الطبيعي العادي يعني في الظل المعاناة اللي احنا بنعانيها دي 50 جنيه ده رقم برضو كبير يعني كانت تبقى 20 جنيه 25 جنيه يعني من رنجي من 20 ل30 يعني اسرة مصرية هتروح اب وام وولد وبنت ولا دين ولا بنتين يعني اربع افراد تفعلي 22 جنيه في ماتش كتير قوي يعني هاكل بايه واشرب بايه لسه وهطلع بمواصلات قد ايه وعمل كل الحاجات دي كلها شتير اعلام بقى قد ايه قصص ده اتمهمة جدا والله انا بكلمكوا في تفاصيل مهمة الناس اتبقى عايزة تروح فعلا عن الماتشات والناس اتبقى عايزة تابع الماتشات انا متفقين ان كرة القدم معلش احنا برضو يعني خانو بقى منطقين اه كرة القدم في وقت من الاوقات او في الوقت الراهي ان احنا متكلم فيه بقى تستثمار ونوع من انواع الرفاهية ونوع من انواع الرفاهية متكلم على منتخب مصر فلو اتذكر تقل لو بادينا ده يبقى يبقى احسن يبقى احسن دي كمان خضعة للاتحاد الكرة يعني هي طالعة من اتحاد الكرة فلو تقل شوية يبقى احنا بنعمل حاجة وياسة بالنسبة للناس من خمسين جنيه تبقى بعشرين جنيه يبقى افضل يعني الموافقة على ترشيح الدكتورة صحر الهواري عضو مجلس الادارة لجائزة المرأة والرياضة باللجنة الولمبيات الدولية الجائزة اللي جهودها في دعم المرأة في الرياضة وتعيين كمال هاشم بسهاج واحنا كنا قلنا لحضراتكم الاسماء دي قلنا لكم كمان الدكتور يحيا نور رئيسة للجنة المسابقات القسم الثالث بإينا وعبدو عبدالعظيم رئيسة للجنة المسابقات في القسم الثالث بالقاهرة ودي الخناقة بتاعت التوزيعات كلها هي دي اللي كان بتخلق مشكلة وبتخلق موضوع في الفترات اللي فاتت ودايما بيبقى الكلام عليها الموافقة على صرف خمسين الف جنيه لأنديت القسم الثاني من نسبة المستحقات البس والموافقة على طرح مزايدة لحقوق كاس مصر 2016-2017 وتكليف الكابتن عامر حسير رئيس لجنة المسابقات باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال المسابقة طيب أنا وهتكلم على الخطين بالنسبة لي أو مهمين هو تعيين الكابتن ريدا البلتاجي رئيسة لجنة الحكام الرئيسية ويعاونوا كل منه دكتور عزب حجاج سكرتير وعضوية وجهة أحمد ناصر عباس مجد رزق تمردور يشام صلاح ولجنة تطوير بالأقاست وجهة أحمد وناصر عباس وعضوية كل من مجد رزق وسيد مراد وتامر دوري ووليد شعبان وحمدي فتحي ومهنة دبا مقررة للجنة وده اللاين الأولاني وده الجزء الأولاني الجزء التاني كمان اللي بهميني قوي هو موضوع الحضور الجماهيري على شقين الشق الأولاني متعلق بالاتحاد وبالتالي ماتش غانة والشق التاني هو متعلق بين مباراة الزمالك وصندونز وأنا هنا كنت واضح وصريح من أول مرة وأول يوم اتكلمنا في القصة دي حتى ولو كانت الناس انتقادتنا شواء أنا بالنسبة لي أنا رجل يعني رجل مغي مخ على قد يعني مخ على قد ومخ بيقول لي أنه الماتشات اللي هي من النوعية ديت هي من ماتشات وطنية مخ على قد دي أنا رجل مش محترف يعني أنا رجل على قد فأش شايف أنه لأ ما لعبنا دي زمالك بإسمه مصر إحنا مستفدين من القصة دي استحملوني يعني في الجزئية دي فبشوف أنه اللي اتنين على خط واحد ماتش مصر وماتش الزمالك وصندونز ترجمة نانسي قنقر